اشتركوا في القناة ويهزت مدينة الضار البيضاء في 16 من شهر مايو سنة 2003 نترككم مع شهادات ابنتي والبكر فاطمة الزهراء اليكم الفيديو الخبر جنا عن طريق صديق دالو عبد المجيد هو اللي جاء علمنا في الليل فوقت متأخر في الليل وفي الأول ما كتكونش فاهم بسكوح احنا ما جوش عنا وقالوا لنا راه مات قلنا راه وقعت لي حاديثة الضيار ومجروح شوية وفي ذلك الوقت كان مات يوم باش ينقصوا شوية من هول الصدمة وانا داست واحد الوقتها حسيت بشي حاجة مكياما شيئا انا كانت عندي علاقة قوية مع الولد وكنت قلت لماما ماما داخل شو داك شو ومعرفت شنو هدي تدير وانا كنت بقى نعقل في واحد الوقت قلت لها بابرة مات وما كانش تقوص عائلية خاصة بهد اليوم ودك النهر كيكون شوية البيت في حالة صمت وسكينة وكيكون كله فرد فينا في العائلة كيحاول يبين ان الحياة كتصامر عادية وانا زي ما تحاجة موقعات ولكن كتحس بانا كان واحد الصمت واحد الهدوء يمكن احترامان الروح الفقد هو منكرش من كذبش ان المغاربة كاملة ينقفوا في تاك الأوقات الهجمات الإرهابية افادت مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان المحكمة الابتدائية الدار البيضاء اعلنت عن موعد جلسة محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء البيضاوي في يوم السادس من شهر يونيو المقبل نفية ان يكون وكيل الملك قرر إلغاء الدعوة القضائية ورفعت الجامعة دعوة قضائية في حق رئيس الفريق الأخضر جراء الاتهامات التي أدل بها النائب الأول لرئيس الجامعة لوسائل الإعلام الوطنية بعد انهاء مدة اعارة اللاعب محمد ياكوبو إلى نادي الاتحاد البردي لأيت ملول والتي دامت ستة أشهر يعود اللاعب للسئناف تدريب رفقة نسور ابتداء من الأسبوع المقبل وقال اللاعب إن وضع المالي رفقة نسور مستقرة مشيرا إلى أن محمد بضريقة رئيس الرجاء منح له مصحقاته المالية قبل الرحيل عن الفريق إلا أنه لم يكن سعيدا للعب بالقسم الوطني الثاني كشف المكتب المسير الاتحاد طنجة لكرة القدم عبر موقعها الرسمية ليوم الاثنين أن المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة جدد تعاقده مع النادي لموسم واحد وفق أهداف محددة ومعلومون أن عبد الحق بن شيخة قاد ثورة حقيقية داخل الفريق الأزرق وجعل منه فريقا قويا ينافس على لقب البطولة المغربية على بعد ثلاثة جولات من نهايتها بهذا الخبر مشاهدين وصلنا لنهاية الموجز نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا